دقت ساعة الحقيقة حقيقة مرة للبعض وحلوة للبعض الآخر تسلم وتسليم وداع وتعارف هكذا بدت الصورة في المجلس النيابي عشية انتخاب مجلس جديد بعد تسع سنوات على المجلس الحالي على إثر التمديد الثلاثي تولى أمين عام رئاسة مجلس النواب عدنان ظاهر استلام وتسليم ما يلزم للنواب الحاليين والسابقين في حين تولى رئيس مصلحة الإعلام محمد بلوت استقبال ووداع الأسلاف والأخلاف وحدهم الإعلاميون المنتدبون في مجلس النواب ثابتون يودعون من رافقوهم على مدى سنوات ويتعارفون مع من سيرافقونهم في مشوارهم النيابي حضر رئيس السن مشال المر بصفته رئيسا للمجلس لساعات معدودات تنتهي عند الثانية عشرة من ظهر الأربعاء موعد انتخاب الرئيس نبيه برري المرشح الوحيد لولاية جديدة للمرة السادسة بعد أن كانت الأولى قبل 26 عاما توجه المر إلى مكتب الرئيس برري حيث استقبله الأمين العام لمجلس النواب عدنان ظاهر ليبحثا في ترتيبات جلسة الأربعاء في هذه الجلسة سيكون الرئيس برري لوقت محدود فقط وريثما تتم عملية انتخابه جالسا على مقاعد النواب في حين يترأس مشال المر الجلسة وإلى جانبيه معاوينان هما النائبان الأصغر سنا سامي فتفت وتوني فرنجي وإذا كان منصب رئاسة المجلس محسوما للرئيس برري كمرشح وحيد فأن نيابة رئاسة المجلس لن تكون كذلك وستحصل عملية انتخابه بعد أن باتت المعركة محصورة بين إلي الفرزلي وأنيس نصار ما ستشهده القاعة العامة للمجلس هي ترجمة للمادة 44 من الدستور التي تنص على الآتي في كل مرة يجدد المجلس انتخابه يجتمع برئاسة أكبر أعضائه سنا ويقوم العضوان الأصغر سنا بينهم بوظيفة أمين ويعمد إلى انتخاب الرئيس ونائب الرئيس لمدة ولاية المجلس كل منهما على حدة بالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين وتبنى النتيجة في دورة اقتراع ثالثة على الغالبية النسبية وأذا تساوت الأصوات فالأكبر سنا يعد منتخبا وفي كل مرة يجدد المجلس انتخابه وعند افتتاح عقد تشرين الأول من كل عام يعمد المجلس إلى انتخاب أمينين بالاقتراع السري وفقا للغالبية المنصوص عنها في الفقرة الأولى من هذه المادة لبنان إذن أمام استحقاق دستوري افتقده لتسع سنوات استحقاق سيعيد للديمقراطية في لبنان رونقها وقيمتها